ووليا نيكولا تيسلا عام 1856 في سميليان في الإمبراطورية النمساوية التي تعرف حاليا بكرواتيا وكانت حياة تيسلا مليئة بالانتصارات والتجارب والغال فانضم إلينا بينما نتعمق في القصة الرائعة للرجل الذي ترددت أصداق عبقارية عبر العثور اشتعل شغف تيسلا بالكهرباء خلال لحد لا تنسى في طفولته فعندما كان صبيا صغيرا شاغر في رهبة البرق يضرب حضيرة عائلته ويشعر فيها النيران هذا العرض لقوة الطبيعة قد طبع نفسه في عقل تيسلا مما أتار فرولا لا يسبع من شأنه أن يوجه مساعيه المستقبلية كطالب تفوق تيسلا في دراسته لا سيما في الرياضيات والفيزياء سمح له ذكاءه الاستثنائي بمتابعة تعليم العالي في البوليتيكنيك النمساوي في جراتس ومع ذلك تم غطع وقته في الجامعة بسبب الصعوبات المالية واترك تيسلا لمواصلة دراسته بشكل مستقل انتخل تيسلا إلى باريس حيث عمل في شركة كونتيننتل إليفن خلال هذا الوقت اكتسب خبرة عملية في الأنظمة الكهربائية ذات تيار مباشر دي سي ومع ذلك اعتقل تيسلا أن أنظمة تيار المتردد اي سي كانت أفضل بكشير لأنها شمحت بنقل الكهرباء لمزافات طويلة بشكل أكثر كفائش ساعد تيسلا لتحقيق حلمه مع أنظمة تيار المتردد اي سي قاده في النهاية إلى الولايات المتحدة حيث عمل لفترة وجهزة جدب الإنجاب مع المختار الشهير توماس إيريسون على الرغم من تألقيه من المشترك سرعان ما وجد المبتكران نفسيهما على خلاف حول مستقبل الكهرباء وبلغ هذا التنافس ذروته في حرب التيارات وهي معركة كانت فيها تكنولوجيا التيار المتردد من تيسلا ضد أنظمة بي سي الخاصة بإيريسون في النهاية انتصرت تكنولوجيا التيار المتردد من تيسلا ويعجع الفر في ذلك جزئيا إلى شعاقتني مع رجل أعمال المؤثر جورج ويستينهاوس فزخروا معا قوة شلالات نياغرا حيث أنشأوا أول محطة للطافة الكهرومائية على نطاق واسع وعزدوا مكان التيار المشردد كمعيار لنقل الكهرباء طوال حياته المهنية اللامعة سجل تيسلا أكثر من 300 براءة اختراع بما في ذلك المحرك تاريفي وملف تيسلا والاتصالات اللاسلكية ومع ذلك فإن أكثر مشاريع طموحا برج واردنكليف الذي لا يزال يكتنف الغمور إلى الآن يقع برج واردنكليف في لونغ آيلند في نيويورك وقد تم تصميمه كمحطة إرسال لاسنكية للكهرباء والاتصالات فتخيل تيسلا عالم يمكن فيه نقل الكهرباء بدون أسلاك وتشغيل الأجهزة من على بعد أميال لكن لشوء الحد تم سحب تمويل المشروع قبل اكتمالي مما ترك البرج يتحلل ويتم هدمه في النهاية على الرغم أن اختراعات تيسلا أحدثت تور في العالم إلا أنه كافح لإيجاد الاستقرار المالي في سنوات الأخيرة عاش في غموض النسبي ضغط عبقاري يجعر على نجاح المختلعين الآخرين وأمضى أيامه الأخيرة في غرفة فندق صغيرة في نيويورك محاطة بمجموعة من الحمام مما وفر لها الرفقة في غزلتي تورفي نيكولا جيسلا في عام 1943 شايكا وراءه إرتن من الابتكار والغموض وحتى يومنا هذا لا تزال أعماله بالعديد غير منشورة واختراعات المسهورة تأثر خيال العالم هل كان برج واردن كليف مجرد خيال أم أنه كان قمة عبقارية الإبداعية قد لا نعرف أبلاً فقصة نيكولا تيسلا هي شهادة على قوة الفضول والروح البشرية التي لا تقع تستمر أكثر عازل في التأثير على حياتنا من الكهرباء التي تشغل منازلنا إلى التكنولوجيا اللاسركية التي نستخدمها يومياً وبينما نتعجب من إنجازاته لنتذكر العبقارية الغاملة التي تجرأت على الحلم بعالم أفضل وبشعلها هذا غير سمجر التاريخ إلى الأبد